مصطفى بكري مصطفى بكري كان بيتعامل مع الموضوع أكي إنه هو أكي إنه هو اللي بيتحبس مصطفى بكري أنا بكلمكه بجد مصطفى بتعملش موضوع إنه أحمد وقناه وبرنين لا لا خالص إنه مصطفى اللي بيتحبس ومصطفى عنده تجربة سابقة وهو محمود ورحتولهم وقت مكان يعني ربنا ما يرجعها مرة تانية يعني 2003 يمكن أو 2004 تقريبا في ذلك الوقت يعني فعارف يعني إيه سجن عارف يعني إيه صحفي يحبس ويحبس في إيه في قضية سب وقصفى اللي القانون المصري والدستور المصري يا أهل القانون يا دا كثرة القانون دستورك حضرتك اللي انزلت قلت نعم للدستور بيحظر حبس الصحفي عشان جريمة رأي أو قضية رأي يا دكتور يا أبو الدكاترة ادرس القانون شوية لو سمحت جايز في ناس عايزة تتعلم في ناس عايزة تتعلم دراسة القانون من الأول أو يقروا الدستور اللي استفتينا عليه اللي انزلنا عشانه اللي عملنا صحة عشانه في مادة واضحة قانون مواد والمسشار مرتضى منصور النهاردة فند في قاضي جنح مدينة نصر أول سامر زول فقار الرقباوي نعم لجأنا للتفتيش القضائي لأنه لما يتعرض مواطن لقاضي ينكل به ينكل أنا بقولها ينكل به أول مرة أقوله الجمل دي لأنه لما بقرأ عدت أقرأ القوانين بقى من أفاضي هعمل إيه يعني عدت أقرأ قانون وشوف حاجة كتير يعني عدت أقرأ ومذكرات بقى وقضاء ومحمين وناس كبار جدا في كل عدت أقرأ شوف إيه ده حاجة ولكن التفتيش القضائي هو وشأنه مع هذا القاضي يا ربي دلوا نشان احنا ما اتهمناهش ولكن قلنا بنشتكي حقي أنا وبتظلم من الأحكام اللي بتصدر بالمخالفة بالقوانين خليني لحظة النطق بالحكم لحظة النطق بالحكم وأعزوا لحضراتكم أنا من النهاردة من النهاردة ببدأ من النهاردة من اليوم ببدأ على مسئوليتي السنة ونص اللي فاته كوم أنا بقوله السنة ونص اللي فاته من هذا البرنامج كوم واللي جاي كوم تاني خالص البرنامج دا بيبدأ النهاردة دي بدايته اليوم ستة رمضان 23 يونيو 2015 دي اعتبروها أول حلقة اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص حد دعاء دعوة من حد صالح تعمل له خدمة مثلا في حياتي مثلا فنا بقول اوعى اوعى تندم أبدا إنك تخدم حد تقول ما لديك القدرة وإيه ما تعملش حاجة غلط ما تاخدش حق أحد أبدا اخدم كيفما شئت وعمل ده لوجه الله هتلاقيه والله العظيم هتلاقيه وعلى فكرة أن الفترة اللي فاتت بعد ما هيأت أولادي خلاص تتقبلوا ورسكوا تبقى مرفوعة اوعى يا منا وانت في شغلك ووعى يا ماروان وانت في كال ووعى أبدا رسكوا فوق مرفوعة أبوكوا طولوا عمره عندوش غير حاجة واحدة بس مصر مش حاجة تانية ولا هيكون حاجة تانية أبدا عندوش أجندة أبوكوا ما عادش مع الأمريكان من أكتر الناس اللي بي يعني بيتكلم مع الأمريكان مش من النهاردة من سنوات ما عادش مع أسرائيل وانصفح حد فيهم ولا راح نحيته وانتكلم أبدا لم يحدث ما عادش مع حد متآمر على البلد ولا يمكن هيعملها إذن رسكوا مرفوعة فوق فوق كده في ناس بتستشهد نعم قالوا لي آه يبقى دول بيدفعوا التمن صح نعم قلتلهم أنا بيدفع التمن ولازم أدفعه لأن احنا كلنا ندفع التمن عشان مين مش عشاني عشان بلدنا هنعمل ده وهنستم ليه اوعى في لحظة تفتكر حضرتك أنك هترجعني لا ده أنا بقول لكم من النهاردة يبدأ على مسؤوليتي مش مبارك من النهاردة واللي جاي واللي جاي ربنا يقدرنا لأن طالما ما عندكش مصلحة غير بلدك غير بلدك قول كلمة الحق وساند بلدك بكل قوة وما تخاف اوعى تخاف اوعى تخاف احنا داخلين على تلاتين ستة احنا داخلين على ستة تمانية احنا داخلين على بلد عظيمة بإذن الله أنا بقول لكم بإذن الله دايماً أقولها وهفضل أقولها لحد ما أقول لكم كده يا سلام هو ده أيوة هي دي البلد ورهنكو على هذا الرجل العظيم هذا الرجل العظيم بإذن الله زي ما أنتو حطيته في السقة هتشوفوا كل يوم بيحصل إيه بس في ناس بيحاولوا كل يوم يعملوا ألعاب سيبك منهم ما تبصوا لهمش